طب دكتور محمد يعني هنناقش التقرير بأرقامه لأنه فيه نقاط مهمة حصل فيها طفرة وتطور واضح أنه في العالم متشافة حصل عندنا طفرة لكن قبلها خليني أسأل حضرتك عن تأثير القوى النعمة داخليا إحنا بنمر بما نسميه ونسميه سيد الرئيس معركة الوعي معركة بناء الإنسان الدولة مهتمة بدأ بشكل كبير هل ما تقوم بالقوى النعمة في مصر يعني قادر يحقق هذه النتيجة فيما يخص معركة الوعي هل نحتاج إلى مفردات أو أدوات مختلفة للمساعدة في تحقيق تغيير وعي الإنسان وبناء الإنسان خاصة أن إحنا مرينا بسنوات حصل فيها تشريس كده لمشاعر والأفكار المواطن المصري بشكل أو بآخر هذا سؤال جد خطير وجد دقيق والحقيقة الضقائق المتبقية من لقاء مسائل خير هذه لا 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 يتسع للرد على هذا الأمر سيما في المحيط الداخلي حضرتك بتتكلمي على سبيل المثال لمسألة 40 سنة تربى فيها حيتان الإرهاب في منطقة سيناء ولولا القرار الجريح للسيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي بمسألة تعملية سيناء الشاملة 2018 للقضاء على هذا ما كنا في نعيم الآن أو كنا في هذا اليدو حضرتك بتتكلمي عن تصدير أفكار خارجية إلى أرض الكنانة أدت إلى أن يقوم أبناء الوطن بحمل السلاح في مواجهة الفكر حضرتك بتتكلمي عن حوالي 50-60 سنة فوجئنا بتدمير الكنائس والمساجد ودور العبادة حتى المصلين في شهر رمضان منذ عامين أو ثلاثة أعوام حضرتك بتتكلمي عن أمر يتعلق ببناء دولة بعد أن كنا في حالة من الضياع لو لا تدخل السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي والعسكرية المصرية لإنقاذ هذا البلد مما عانينا منه سنة تعطلت فيها كل سبل الحياة من مواصلات من حياة من غاز من طرق من 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 هذه الأمور الحقيقة لدينا كافة الأدوات التي ينبغي حتى المهمة بقى أن تتكامل نحو استراتيجية موحدة للسيطرة على الهكمات الجارسة التي يتعرض لها الوطن خارجيا ولها بعض الأزرع الداخلية والتي استطاعت القيادة المصرية بفكرها الواعي وتضافر الشعب المصري نحو قطع أيدي وأرجل هذه الأزرع حضرتك قلت حاجة مهمة جدا قلت تتكامل وتتضافر هل القوة نعمة باختلاف مفردتها واختلاف أدواتها الموجودة في مصر هل في استراتيجية واحدة موحدة بتتحرك من خلالها لأنه بنستشعر أحيانا أنه قد يكون بعض القوى النعمة يعني بتهاجم بعضها الآخر يعني بيشوف أحيانا الإعلام بيهاجم الفن والفن بيهاجم إعلام مثلا فهل إحنا عندنا استراتيجية موحدة قادرة على هذه المواجهة اللي حررتك بتقولها خاصة إن الحرق قلت ده هو السبب فيني بقول إنه جزء من المجتمع لا يعي قيمة قواه النعمة من ثلاث سنوات مضى أنا قلت الكلام ده في أكتر من البرنامج في مزبيو وطالبت بضرورة وضع استراتيجية موحدة للأسف بمنتهى الموضوعية والشجاعة أقول أنه لا توجد استراتيجية موحدة نحو تضافر كافة الأجهزة نحو السيطرة على الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الوطن خاصة من القوى الظلمية وأعداء الوطن في الخارج المنظمون الذين بدأت تنفك عراه وتتبين سوقاتهم أمام الشعب المصري وأمام العالم أجمع في بداية صورة التصحيح التي قادها الجيش المصري بناء وتلبية لدعوة الشعب المصري في تلاتين ستة والتي أدت إلى أن تستعيد مصر مكانتها التي كانت وتستعيد الدولة التي سلبت في أعقاب ذلك وجدنا أن هناك حروب شتى تطار عن طريق القوى النعمة حول مصر خيادها شعبا وحدة وحدة أو زي ما قلنا بالسبل الناعمة استطاعت القيادة المصرية بقيادة طريق سعبدالفتاح السيسي والخارجية المصرية أن تعيد علاقتها في نحمة بكافة دول العالم سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تحديداً ثم بعد ذلك العالم في علاقات متوازية متوازنة نحو تحقيق صالح الوطن والمواطن على هذا نحن فعلاً أيها الإعلامية المتميزة في حاجة إلى وضع استراتيجية محكمة تتضافر فيها كافة الجهود لكافة الجهات المعنية سيما الأجهزة والوزارات السيادية نحو توحيد لغة الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بمواجهة أي أزمات قد تطرأ مفتعلة من الخارج من القوة الظلامية وأعداء هذا الوطن في الخارج أو أزرعها في الداخل وغالباً ما يظهر هذا في ثنايا لقاء فضائي في ثنايا مقالة في ثنايا تعليق على حرف السوشيال ميديا خاصة حتى في مجال الأحزاب تستطيعين حضرتك أن تجد أن هذا قد يتأتى من بعض الشخصيات المندسة أو الشخصيات التي تسللت إلى بعض هذه المراقب ترجمة نانسي قنقر